موسيقى موضوع الثقة بصفة عامة هل تزال الثقة بين الأشخاص بين الأقارب إذا فقد الثقة من الناس المقربين بالغضر هل بإمكان الإنسان يضع الثقة من الأخرى في الشخص المه؟ مهم جدا شوفنا أقول لكم شيء حتى وإن هو سنة جارية معظم الناس يتعذر الغضر سواء من الأقارب، من صحاب، من جيران طيب، لكن شنو الموقف ديانا؟ وشه؟ حينما نتعرض للغضر مثلا الغضر أسباب صفاته كثيرة يتكلمون بك، يحسدونك، يسحرونك، يقذفونك، يتهمونك بباطل يحزنونك، تحسنونك، تحسنونك، لا يموت معهم، يستغلونك أشياء كثيرة تترجم من الثقة الغضرة تتعرض أن تحسن ب شيء صعيب في القلب وصدت تجاه الأقارب مفهوم؟ السؤال، السؤال، هل معنى أننا إذا حصلنا هذا الشيء كله؟ معنى أننا سنفقد الثقة من الناس؟ لا، لا يمكن لكن وجب أخذ الحياة والاحتياط خذوا حذركم لكن الإشكال الذي يكون هو ذاك الذي آذاك، هل تضعب في الثقة مرة أخرى؟ هنا هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل على حسنك الإنسان النوع الإصابة أصابك، هل هي إصابة خفيفة؟ معتبرة، قبيحة، لا تغتفر؟ هل له ماضي ماذاك في هذا النفس خبيثة؟ ماضي في الغضر؟ يُعرث بالشر، أم أنه سقط الزلة؟ هذا تفصيل، لن يكونوا منصفين لكن صفات المؤمن الطيب أنه يعفو صفات المؤمن الطيب أنه لا يحقب الأول شيء هو أنك لا تضمر شراً لمن جاءك بالشر لا تنوي مجرد نية أنك تأذيك بأذاك فكيف تفكر أنك تأذيه أو تقرر أنك تأذيه؟ هذا لا يمكن أن يكون على المسلم هو وقع في الخطأ أذاك، ظلمك، عذبك، ذلك ديالك حزنك، تسمى بك في جروح، لكن أنت لا تسمى هذا شيء، تعمل بالأصل لك تعمل بالأصل لك تعمل بالأصل لك تعمل أنك بالأصل لك تعمل بالأصل لك تعمل بالأصل لك تعمل بالأصل لك تعمل بالأصل لك لا يمكن أن تحبس رجليك ليس قبل الصلة، إذا كانت هناك إلذانك للصلة على حسب نوع القرابة الدموية أو الرحيم فلابد أن تبقى، لكن على ثوابت وعلى فترات وعلى ضوابط تعمل بالأصل لك لكن المسألة تبقى متسعة ومفتوحة كما كانت لا، لأن حينها سوف يرى فيك الطعف والجهن و سوف تعرض أن نمسك للأذية مع مقايز الشرع الله تعالى، لا تعمل بالأصل لك لا تعمل بالأصل لك نحن نتعامل بطيبتنا نحفو نصبح، لكن الآخر يجرئه ذلك علينا و يظن أن هذا كان حقه أنه يؤذيك و أنت تصبر، أنت الحيط الصغير أنت يرميك بالطوب، أنت تطرميه بالتمر الله لم يقال هذا شيء حينما نعفوه نعفو لله و حينما نغفر لله و حينما نجهوه بالإحسان على المساء لله لكن عندما ترى أن الآخر النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخذ بقوة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف قال ولو تجدوا فيه أزيق تصار الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فلان قد أذاني في أهلي هكذا يعني كي نبع أحياني مواقف تكون لها القوة حتى أني لم نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالليل وجاء بالرحمة لكن جاء بالكاريزما والشخصية والقوة جاء بالمبادئ والأصول والكرامة جاء على حفظ النفس والثوابت نحتاج كما قررنا الرحمة لماذا ندرش واحد الدرس ما هي الصفات أو المواقف التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم قويا كي نعرفوا لماذا قوي وندرسوها من سلوكية أخرى من جو الأخرى موضوع مهم جدا في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل فلان أمر أن فلان أمر أن كذا كينها موجودة في السنة وفي السيرة نجعلهم مثلا بث وليلة ونتكلموا فيها وندرسوها علاش وماذا صنعوا ماذا كنجرون ستجد أن هناك أسرار يربي النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم والليم ويربي في القوة والشخصية والأخذها على الظهر وعلى اليد فم زيان الدين كامل فم رغلنا نحن نتعامل بجانب الذي يغلب الناس لا يثقلهم أما هناك جانب آخر هو أجب أن يعلم أن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن نفهم إلا يزعب بالسلطان ما لا يزعب القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر